أحبائي أهلاً وسهلاً بيكم مرة تانية في برنامج سبب وجودي بنشكركم على متابعاتكم وبنشكركم على كل مرة بتيجوا معنا عشان نسمع كلمة من صوت اللي هنالينا فخلينا دايماً على اتصال خليكم دايماً بتتابعوا معنا ونحب نسمع أراءكم النهاردة الحقيقة ربنا حتى على قلبي موضوع هنتكلم فيه الموضوع ده لأنه في الفترة الأخيرة سمعنا أخبار كتير الناس كانت متلخبطة وناس مش فهمة إيه اللي بيحصل فربنا حتى على قلبي موضوع نتكلم فيه هو لماذا يسمح الله بالأمور الصعبة ساعات بنعدي في أمور صعبة كتير ومش فاهمين ليه ده بيحصل أو ساعات بنخش في الظروف ونقول ليه الظروف دي بتحصل أو نسمع عن أخبار ناس ومش عارفين إيه اللي بيحصل بتبقى جوانا أسئلة كتير ومش عارفين لها حلول مش عارفين استفسارات مش عارفين إجابات ودايماً بنيجي نقف طب هو ربنا سامح بالأمر دا يا ليه أو ليه حصل الأمر الفلاني وفي ناس كمان تقول يعني دايماً بتيجي الحاجات الصعبة والحاجات المش كويسة على ناس كويسين والناس المش كويسين واتفر لكن طول ما احنا في العالم فيه أشياء صعبة بتحصل وفيه أمور بنعدي فيها فده طبيعي طب إيه الحل للأمر دا أو نفهم إيه من الموضوع دا الحقيقة نفس الموضوع دا التساؤل دا حصل مع واحد اسمه أساف في العهد القديم وقال ليه بيحصل ليه كل الناس اللي حوالي مزدهرين ليه حياتهم مليانة فرح ليه بيتخنوا بيأكلوا بيشربوا عندهم فلوس وعندهم حياة وأنا بتحصل لي كل المشاكل دي وده أمر طبيعي يمكن أي حد فينا بيفكر في الأمر دا يمكن لو بصيت لجرانك ليه جراني عندهم وأنا مش عندي ليه زميلي في الشغل عندهم وأنا لأ ليه 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 دايما عندنا أسئلة كتير ومش عارفين لها إجابات ليه أنا اللي بيعدي في الأمور الصعبة دي ليه فلان اللي أنا بحبه ليه وهكذا نفسي قوي قبل ما نتكلم على ندخل في الموضوع دا أقول أنه أساف فعلا كان بيتكلم كلام حقيقي لما بصل الناس اللي حواليه لقاهم كلهم أحسن منه أو بالمنظر أو بالنظرة الخارجية يبانوا أنهم في موقف أحسن من موقفه لكن يقولك لغاية فدل كده مش فهم حاجة إلى أن اقترب من الله إلى أن دخل مخادع العلي وساعتها فهم إيه اللي بيحصل ساعتها الله شرح له إيه اللي بيحصل فاتكلم على كذا حاجة أنا هقولهم بسرعة قبل ما ندخل فيه إزاي نفهم إجابات للأسئلة اللي عندنا أساف قال كده قال أنه لما دخل مخادع العلي وشاف أن نهاية الناس دي نهاية عيسى شاف أنه رغم أنهم عايشين مترفهين هنا لكن في الآخر مش هيقضوا أبداية سعيدة وده زي مثل الغني والعازر لما العازر كان عايش هنا متألم والغني كان عايش حياة مستدهرة لكن عارفين كلنا أبديتهم كانت الغني راح الجهنم والعازر راح في حضن يسوع فهو نفس ده اللي حصل مع أسائف شاف نهاية الناس دي طبعا أنت لو تقارن يعني لمنجرد المقارنة سنين حياتك على الأرض هنا بسنين اللي هتقضيها في الأبدية فهي يعني ما فيش مقارنة ما تجيش حتى بوينت زيرو 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 لأنه الأبدية ما بتخلصش ما لهاش نهاية فده يعني مهما قضيت هنا حياة سعيدة يعني في رغد في سعادة ما فيش ظروف صعبة ما فيش مش عارفة إيه مش هتقارن بالمجد العتيد أن يستعلن لنا فدي أول نقطة أساف شافها النقطة الثانية اللي أساف شافها أنه رغم أنه هو بيعدي مش في ظروف حلوة زي بقية الناس لكن هو بيتمتع بمعية الله معاه الناس دي بتعدي في حياتها كل يوم انهرقون بنفسها عايشة بنفسها لكن قد إيه بريفلج وقد إيه فايدة لينا وميزة إحنا بنتمتع بيها يا أحبائي أنه إلهنا ماشي معانا في كل لحظة من لحظات عمرنا سهلة صعبة حلوة مرة هو معانا مش بيسيبنا يقوله كده ولكنني دائما معك أمسكت بيدي اليوم برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني فده أمر تاني أساف شافه ودي حقيقة دي حقيقة أن احنا أنا شخصيا بقول إزاي الناس عايشة من غير يسوع حقيقة يعني أوكي أنت عايش حياة كويسة لكن ما انتش ضامن ما انتش عارف الدنيا موديك فين ما انتش عارف رايح فين أنت ما لكش أمل ما لكش مستقبل في الدنيا لأنني ما لكش يسوع فحياة صعبة جدا حياة يعني حتى الكوارث اللي بتحصل في العالم الكوارث الطبيعية لو انت لو انت مستف نفسك كويس ما انتش ليك إيد في أي كوارث طبيعية ممكن تحصل ما انتش ليك إيد في حاجات كتير ما انتش ليك إيد ما انتش عارف هتخرج النهاردة هترجع آخر اليوم ولا لا فيعني كل حد فينا يعني ماشي مع يسوع ليه ميزة النهاردة قدر قد إيه الله إداك الميزة دي وفعلا ما فيش حاجة تسواها في الدنيا الحاجة الثالثة اللي أساف قالها قال إنه وجدت إن يسوع هو النصيب الذي لا ينزع مني هو نصيبي الصالح إذا هو ليه فأنا مش نقسني حاجة حقيقي إذا هو ليك انت مش نقسك حاجة إذا هو مش ليك انت يا للأسف يا للتعاسى سوري يعني بس صعب أمر صعب جدا إنك تعيش حياة في عالم زي ده من غير يسوع فطيب نرجع لكلامنا تاني ليه ناس بتعدي بالظروف الصعبة ليه الله بيسمح سمتايمز إن إحنا ندخل في الأمور الصعبة دي أنا الحقيقة يعني ما كذبش عليكم أنا تسألت في وقت من الأوقات السؤال ده لما شفت حاجات حوالي بتحصل كتير وسألت الرب ليه ده بيحصل أنا الله إداني يعني حبيت نقطة هشاركها معاكم بسرعة وأي هوب إن أنت وإنت تلاقي الإجابة على أسئلتك في الأمر ده في أمر من الحاجات دي أول حاجة ربنا كلمني عنها إن هي إن أنا أول حاجة وأهم حاجة إن أتيقن من صلاح الله وحكمته الله صالح في كل الأمور وهنتكلم عن نقطة نقطة من الحاجات دي يبقى أول حاجة نتيقن من صلاح الله وحكمته في كل ظروف حياتنا في الصعبة وفي السهلة في اللي بنحبها واللي ما بنحبهاش ده أول نقطة هنتكلم عليها النقطة التانية إنه ساعات الله بيسمح بالظروف الصعبة لتشكيلنا والحاجة الثالثة إن هي بتبقى فرصة إن الله يعلن لنا مجده عايزة تكلم على أول نقطة إنه ليه الله بيسمح بالظروف الصعبة لازم نتيقن من صلاح الله وحكمته يا أحبائي الله صالح 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 إلى الأبد صلاحه ملوش نهاية هو صالح ليك وصالح ليكي في وسط الظرف الصعب اللي انت بتعدي فيه اللي انت مش فهمه اللي انت مش فهمه أو المشكلة اللي انت سامع عنها whatever إيه السؤال اللي جواك تأكد وتأكدي إن الله صالح جداً ليك وإن اللي بيعمله بيعمله لخيرك في يحنة 16 بيقول كده لأن ليه أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن أيضاً الأمور الصعبة يعني عشان كده الله بيبقى ساعات مش لقين لها إجابة في ساعتها لكن بعد ما بتخرج منها وبعد ما بتطلع منها بتحس بتشوف يعنيك بتتفتح آه ده الله عمل كذا ده الله ما سابنيش ده الله اتمجد في الأمر الفلاني فكل ده مرة وراء التانية وراء التالتة وراء الرابعة بيحصل عندك حقيقة تتكون جواك هي إن الله صالح دي القاعدة الأساسية اللي مش ممكن تتغير صلاحه صالح إلى الأبد فلازم القاعدة دي تبقى جوانة الله صالح أو كان لينا واحد صاحبنا أول ما نسمع خبر مش حلوة أو حد يقول حاجة يعني مشكلة أو كده أول كلمة كانت تخرج من بقه بابتسامة جميلة الله صالح وده حقيقي الله صالح بالابتسامة الكبيرة لأنه هو مش هيسبنا هو مش هي يعني ليه قصد إنه بيعدينا فيها الحاجة التانية إنه اللي تشكلنا في كذا حاجة هنتكلم عليهم في أمر التشكيل ده إنه أول حاجة للبعيد عنه بيحاول يجذب انتباهه أو للقريب بيحاول إنه ينمو ويجبر معاه عارف كل واحد يعني بياخدك من سلمة لسلمة من خطوة لخطوة فكل يوم بتتعلم حاجة جديدة فبيبقى لسبب لنمونا أو تشكيلنا حاجة الثالثة إنه عشان الرب عاوز يديك شهادة عاوز يديك شهادة فتقدر من الثلاث نؤقت دول تحدد أنت موقفك فين لو أنت شخص بعيد عن الله الله النهاردة بيدعوك إنك تقرب ليه الله النهاردة يمكن سمح بزرف صعب معين علشان عايزك تيجيله عايزك تعرفه ويقول كده إنه أضيق عليهم علشان يعرفوني عارفين اللي قرى مننا في صفر هوشع امرأة هوشع مشيت وراء رجال آخرين غير جزها وكان ليها محبين آخرين فنشوف إزاي إقرؤ الأول إصحاحين من صفر هوشع وشوف إزاي معاملات الله ده بالزبط الطريقة اللي الله بيتعامل فيها معنا لما بنبقى بعاد يبتدي يديق 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 علينا ليه؟ لأنه فيما حبته عايز يجذب أنظرنا ليه فيما حبته عايز يردنا ليه لشخصه تاني يمكن يمكن النهاردة أنت بتعدي أو أنت بتعدي في الأمر السعب ده لأنه الله عايز يجذب انتباهك يقول كده زي ما قلنا وضيق عليهم لكي يشعروا عايزك تشعر يعني أنت تسائل إيه اللي بيحصل وافهم منها أنه يمكن دي إيدي يمكن دي أنا بقول لك بصلي أنا عايزك تبصلي باك دي أول حاجة لكن الحاجة التانية أنه خليك عارف أنه أول ما هتدي هتبصلي يسوع باك وتدي له أنظارك وتدي له اهتمامك هو هيخرجك والحل جاي والمخرج من عنده فدي طريقة من طرق الله أنه بيسمح بالقلم علشان يجذب أنظرنا الحاجة التانية زي ما قلنا أنه عشان ينمينا ويكبرنا أو بمعنى تاني بنقوله باستمرار بتسمعوا اللفظ ده أنه يشكل فينا ليه؟ لأنه عايزنا نشبه صورة ابنه ابنه الغالي يسوع حب أنه إحنا ناخد صورته فالطريقة أنه يحصل ده ساعات يعني ساعات بيجي بظروف سهلة وساعات بتيجي بظروف صعبة لكن هو وعد أنه مش هيسبنا حتى لو في الظروف الصعبة هو مش بيسبنا بيقول كده عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله هل أنت النهاردة زي موسى عارف طرق الرب؟ ولا زي بني إسرائيل بس بتعرف أفعاله وليه يا رب بتعمل الأمور الصعبة دي وبتفرح بس لما بيديك المن والبركات فأول حاجة إن إحنا عايزنا نعرف قلبه عشان نقرب منه نتعلم تعاملاته عارفين في الظروف الصعبة الله بيكشف لنا تعاملاته بنبتدي نتعلم إزاي بيخرجنا نبتدي نفهم صوت نسمع صوته ونعرف إزاي هنخرج من الأمر الفلاني دي الطريقة اللي سعادة الله بيوجيز فيها أولاده في الأمور الصعبة عشان يختبره قوته ويعرفه حد يقول طب أصل تعامل ربنا معايا مختلف كل مرة بتبقى بطريقة ده حقيقي وربنا عايزك تتعلم طرق جديدة عنه باستمرار الله يا أحبائي غير محدود ولو عشنا طول حياتنا نعرفه مش هنكتفي مش هيجي وقت تقول خلاص أنا عرفت كل حاجة عن ربنا عمرك ما هتعرف كده عمرك ما هتوصل لنهايته عشان كده فيه هناك يعني الله عنده بحور وعنده أعماق كتيرة جدا عاوز يخدنا فيها حاجات نتعلمها في السهل وحاجات في السعب وحاجات بتقوي إيماننا وحاجات عارفين اللي بيروح الجام ما هوش حاجة حلوة إنه يروح ويشتغل ويورك آوت وكده لكن بيعمل كده ليه لإنه بتقوي العضلات بتاعته كمان الله ساعد بيسمح إن احنا نعدي في ظروف صعبة علشان يقوي عضلات إيماننا علشان نسبت فيه أكتر علشان نتعلم إزاي عينينا تتركز عليه وعليه لوحده أمين ما تتركزش على الناس اللي حواليه على فلان على الوسطى على تتركز عليه هو الوحده اللي يقدر يخرجنا من الظروف الصعبة الله تعامل مع موسى بطرق مختلفة مرة بسحابة مرة بعليقة محترقة مرة بمن كل مرة كانت بطريقة شك عشان يقوله يا موسى ما تحاولش تحدني بطريقة واحدة أنا الإله الغير محدود كمان أنا عندي طرق غير محدودة فالله بيعلمنا وبيدربنا بيسماحوا لينا بعض الظروف الصعبة كمان حاجة إنه هو عايزنا نبقى إحنا اللي بنتحكم في حياتنا مش الظروف اللي بتتحكم فينا بمعنى إيه؟ بمعنى إنه إن أنا بعدي في أمر صعب أنا مش لازم أكتئب أنا مش لازم أعول الهم أنا مش لازم أمشي وراسي في الأرض وموطي لا ده أنت كده تبقى اديت إبليس كل اللي نفسه فيه يعني أخد منك كل حاجة هو عايزها سرق سلامك سرق فرحك سرق كل حاجة لكن الله عايزك تبقى دايما بتتحكم أنت في الظروف وأنت اللي تقول للظروف إزاي ترد عليها مش الظروف هي اللي بتتحكم فيك يعني I hope إن إحنا نكون فعلا قادرين نميز النقطة دي الله مش عايزنا يبقى إبليس لاوي دراعنا ومشيين ملويين الدراع ومهزومين الله عايزنا دايما مرفوعين الرأس لأنه هو رافع رأسنا هو اللي بيخرج رجلينا من الشباك هو اللي بيعرف يطلعنا لبرة فعايزنا لما نعدي في الظروف الصعبة دي ما نوطيش ما نخور مش نخور في الطريق لكن يبقى دايما جوانا إنه الله هيسمح وهيدي زي ما سمح بالظرف هيدي معاه المنفذ أمين كمان مهم قوي إنه عشان وتكلمنا بالموضوع ده في حلقات قبل كده إنه نعرف أنت مكانتك إيه عنده ومين هو إلهك وبكده يبقى مش هتقت مش إبليس مش هيقدر يلويد راعك ولا يهزمك الحاجة اللي نفسي كمان إني أركز عليها إنه مهم جدا 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 في وسط الظروف الصعبة دي إنك تتعلم إزاي تسبح إزاي تشكر يعني يعني دايما يبقى فيه ترنيمة جواك عايز أقول لكم يا أحبائي اللي يعرف إيه هي الترنيمة الجديدة والكتاب مكلمنا على موضوع الترنيمة الجديدة إن إحنا المفروض يبقى جوانا ترنيمة جديدة للرب كل مرة وكل وقت بنيجي قدامه الترنيمة الجديدة دي ممكن الله يديك ترنيمة جديدة هي اللي تكون سبب الاختراك في المشكلة ولا في الظرف الصعب اللي انت بتعدي فيه فمهمة أوي إنه إنك تتعلم إزاي تسبح الرب في الظرف ده كمان شكرك في الظرف ده بيخرجك من حتة الإحساس بالشفقة على نفسك حتة من إنه إبليس هو اللي مسيطر على الموقف حتة إنه أنت ملكش أي كلمة ولا أي حاجة في الموقف أنت بتتفرج واللي يحصل يحصل واللي يتم يتم لأ ده أنت واحد بتشكر لأنك شايف اللي جاي يعني عايز أقولك إبراهيم لما الرب قال له خد ابنك وحيدك أصحقه وأديمه لي ما كانش أمر صعب سهل عليك كان أمر صعب جدا أي أي بيرنس أي أهل بيعرفوا الموضوع ده مش سهل أنك تقدم ابنك وحيدك اللي جالك بعد سنين كده لكن قدر يعمل كده لأنه قال لأننا قال للعبيد واستنوا هنا وإحنا هنرجع باك فكان عارف إنه الله هيرد ابنه إسحق فأحبائي يعني مهمة أوي إنه إحنا نبقى بنشكر الله في وسط ظرفنا لأن ده بيقول لله قد إيه إحنا عارفينك وقد إيه إحنا وصقين في جودك وقد إيه إحنا وصقين إن إنت إيدك معنا ما انتش سايبنا وقد إيه إحنا وصقين إنك إنت هتخرجنا من هذا الأمر فمهم إن أفواهنا تمتلق بالتسبيح وتمتلق بالشكر ومش وده مش هيدي فرصة الإبليس إنه لا بقك يتملي بكلام هزيمة وإن أنت لازم توطي ولا يتملي بكلام شكاية إنه أعمل إيه غزب عني ولا أنت الله حطك فوق إبليس علشان ما توطلوش وتتكلم دايما كلام اللي يرفعك فوقه وإلي يحسسك إن الله أعطاك هذا السلطان وإنك من حقك إنك تمرسه وإنك ما تخرش تحت الظروف يهو شفاة عمل كده لو حبينا نقرأ عن يهو شفاة في أخبار عشرين بيقول لما جاي حارب سأل الرب أعمل إيه وبعدين لما استشر الشعب وتستغربه جدا على الخطة اللي عملها يهو شفاة عشان يحاربش أعداءه يقول حط المغنيين والمسبحين من قدام قدام الجيش وابتدوا يسبحوا الرب بكل قوتهم وبكل صوتهم إحمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته كم واحد فينا في وسط الزرف السعب في وسط ما انت ماشي في تجربة أو في أمر صعب تقدر ترفع صوتك بالحمد وتقول إحمدوا الرب لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته ده اللي الله عايزه مننا عايزنا إنه نبقى قادرين نشوف صلاحه في وسط الظروف السعبة قادرين فعلا إن إحنا نسبحه ونعظمه ونرفع اسمه ده بيدي الله مكانة فوق مكانة إبليس انت بتعظم الله انت بحتاج تعظمه في هذا الزرف عشان هو اللي هيخرجه ما انتش محتاج تعظم إبليس بكلامك أصله الحرب قوية علي أصل أنا مغلوب أصل أنا لازم أوطي تحت التجربة الكلام ده كله يا أحبائي مش صح انت بتدي تسبيح لإبليس أقوى من التسبيح اللي بتديه لأله في الزرف ده فعشان كده إحنا محتاجين نتعلم إزاي ندي الله التسبيح خليوا بالكو أنه حييجي لازم المنفس وهييجي لازم الحل يقول كده حفظ لنا أسابيع الحصاد حفظها في ذلك الرب عارف إزاي هيخرجك وهيخرجك بنصرة في نمونا ده مع الله سواء بالتسبيح أو بتعليه اسمه أو بقربنا منه أو في كل المراحل دي وإحنا بنمر بنمر فيها مع الله الله بيشكل فينا ويكبرنا تيجي المرة اللي بعدها تتحارب أو تيجي المرة اللي بعدها تدخل في ظرف سعب تبص تلاقي نفسك عديت سلمة داخل على السلمة اللي بعدها الله هيعلمك أمر جديد تاني عديت الأمر ده تبص تلاقي نفسك داخل سلمة تالتة بعدها ليه؟ لأنك بتنمو كل يوم لأن الله عاوز يكشف لك أعمال جديدة معي أحبائي الله يعني رغم ظرف سعب عديت فيه لكن الله يقدر يرد الوقت اللي تسلب منك يقدر يرد الفلوس اللي تسلبت منك الصحة اللي تسلبت منك whatever it's all whatever أنت كده ديعت الله يقدر يرده فيقول كده أنه الله بيقدر يفتدي كل حسينا أنه ضاع مننا في الوقت ده لأنه هو بيعطي مطر مبكر ومتأخر لكن في تعاملاتنا دي مع الله عايزين نبقى دايما فوق الجبل نبقى شايفين المنظر من فوق عايزين نبقى لو أنت واقف وسط المشكلة وبتبص حواليك أنت هتتاخد هتتشد لكن لو طلعت لفوق وبصيت من محضر الله هتبص تلاقي المشكلة دي ما تجيش نقطة في بحر ليه؟ لأنه بتبص من فوق فده اللي الله عايزك تعمله عايزك فعلا عايز ياخدك على جبل عالي وتشوف الأمور من منزار من عنده هو بالطريقة دي نقدر نقلل وسواسة إبليس ونقلل الكلام اللي بيجي لنا السلبي دايما باستمرار في وسط الظروف الصعبة ليه دا بيحصل ليه دا بيحصل أنت دي الطريقة اللي تقدر بيها على ما الله يخرجك تقدر تتعلم الحاجات دي وهو قاصد بالحاجات دي أن بعد ما تتعلمها هيخرجك أنت ممكن تقعد تصلي 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 للأمر وما يتحلش لغاية لما تتعلم إيه المغزى من هذا الأمر لولا ما تلاقيه يتحل وبعدها تقول يا دا أنا كنت كان مخي سوق مقفول ما كنتش قادر أفهم عشان كده الرب قال للتلاميذ لماذا لا تفهمون محتاجين نفهم محتاجين نتعلم من طرق الله لنا لكن يا أحبائي أيضا الظروف الصعبة إذا ما كسرتكش بتخرج منك حاجة جميلة والحاجة الجميلة دي هي اللي الله هيستخدمك بيها ودي اللي احنا بنقول عليها هيديك شهادة يعني أنا أقدر أتكلم عن نفسي شخصيا كل الأمور الصعبة اللي عدت فيها وكل مرار جزت فيه الله أخرج منه بلسم ومش بس لي مش بس أخرج منه شفا لي وعلاقة جميلة معاه أعمق معاه لكن بيها أقدر أساعد الغير فأنت شهادتك هتيجي من هذه الظروف الصعبة خليك عارف أن أنت مش بتعدي في الظروف الصعبة دي بس لمجرد أنت فلان لكن بتعدي في الظروف الصعبة دي عشان تساعد حد تاني عشان الله يستخدمك في شهادة لحد تاني بيكون بيعدي بنفس الظرف مش عارف إزاي هيتعامل فيه إزاي أنت تجيله زي البلسم تقوله على طرق الله واللي الله عمله معاك لأنك في كل اللي تجربت فيه زي الرب يسوع تقدر أن تعين المجربين أنت أيضا لكن كمان خلي بالك أنه رغم أنه الظروف الصعبة ما هياش بتبقى حلوة لنا لكن عايز أقولك أنه في آخرها في مجد سقل سقل مجد لا يقاس بالضيقات اللي بنعدي فيها كتاب يتكلم عن الموضوع دي يقول أنه الله عادد لنا مجد المجد ده مش هنشوفه غير في الظروف الصعبة أو غير لما نعدي ظروف صعبة هتشوف إزاي مجد عارفين القصة الشخص اللي جاي والتلميذ سألوا الرب قالولو هو ده أعمى بسبب هو ولا أبوه فقال لهم لهو ولا أبوه لهو ولا أبوه لكن عشان يظهر مجد الله فيه أحيانا الله بيسمحلينا بظروف صعبة لأنه عايز يورينا مجده في المجد نختبر وفي العمق معاه نختبر نختبر إيه هو بيكشفين عن مجده في الظروف الصعبة عشان كده في نهاية الحلقة أنا نفسي أقول لك أنا مش عارفة أنهي نقطة أنت الله بيكلمك فيها وإنت الله عاوز يوصلك لها لكن بالتأكيد في نقطة من النقطة اللي أنا تكلمت فيهم سواء لو أنت بعيد سواء لو أنت إنسانة الله عاوزك تقربي منه بطريقة أكثر وتعرفيه بطريقة شخصية ويتعامل معاك بطريقة أعمق أو سواء أنت عايز تتملي بالتسبيح أكتر في الظروف دي ربنا عايز يعلمك كده يمكن واتفر اللي ربنا اللي أمسك فيه في الوقت اللي فات من فضلك كمل فيه وشوف ربنا هيخرجك إزاي من الأمر اللي أنت فيه الحاجات اللي عد دي كلها بتبقى أجوبة لينا في وسط الظروف الصعبة يس فيه شمس التجارب بتلوحنا لكن فيه شمس البر هتظهر مجد الله لينا فأخليك واثق أنه ما فيهش حاجة هتكمل ما فيهش حال زي ما بيقوله بيكمل على حاله ما فيهش حاجة هتستمر ما فيهش ظرف صعبة هيفضل لكن فيه على النحية التانية فيه نصرة فيه عمق جديد فيه مجد جديد الله عاوز يكشفولك وعاوز يكشفولك أحبائي في نهاية الحلقة نفسي أقولكم أنه لما تعدي في ظروف صعبة بدل ما تفضل تلوم نفسك أو تلوم غيرك أو تلوم الله في بعض الأحيان بنلوم ربنا وليه أنت بتسمح بالأمور دي خلينا نسق في صلاحه وفي حكمته وفي تخطيته لينا وأنه حاضر بالسبر الموضوع أمامنا والرجاء اللي الرب ادهولنا ونصق أنه هو عنده مخرج من الظروف الصعبة دي أحبائي في نهاية الحلقة نفسي أشكركم جدا على متابعتكم وقول لكم ربنا بيحبكم جدا وإنت شخص محبوب محبوب وإنت شخصة محبوبة جدا على قلبي يسوع وعاوز ياخدك في عمق جديد معاه عايز ياخدك في عمق جديد معاه مشتاء ليك ومشتاء للعشرة معاك ومشتاء أنه يدخل في أعمارك جديدة معاك افتح إيدك لي وبدل ما بتلوم قعد في محضره وافهم منه ربنا يبارككم ونتقابل في حلقة جديدة من برنامج سبب وجودي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر